بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة المشاهدون في برنامج نفحات الخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأشر نبدأ معكم حلقة جديدة من هذا البرنامج وهي بعنوان خلق وفضله في الشريعة والحياة الخلق أيها الإخوة الكرام فضله ومكانته مما يعلم من الدين بالضرورة لا أحد في الإسلام إلا ويعلم مكانة الأخلاق في هذا الدين فنبينا صلى الله عليه وسلم لخص رسالته في كونها تتميم لمكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والأخلاق في اللغة هي جمع خلق وهي السجية التي تكون في النفس التي ينشأ عنها كل فعل فإذا كانت خيرة ينشأ عنها كل فعل خير وإذا كانت تلك الصفة المتمكنة من نفس الشخص سيئة أي كان خلقه سيئا فإنه لا ينشأ عنه والعياذ بالله إلا عمل سيئ هذه الأخلاق هي التي تنشأ عنها الأعمال تنشأ عنها من دون تفكير ولا روية هذا هو ما يسمى بالخلق فالخلق هو ميزة أو ملكة متحكمة متمكنة في النفس توجه الأعمال وتنشأ عنها الأعمال فإن كان الخلق حسنا كانت الأعمال حسنة وإن كان والعياذ بالله بعكس ذلك كانت الأعمال تابعة للأخلاق لذلك نحن ديننا دين أخلاق والقرآن الكريم مليء بالحث على الأخلاق الكريمة النبينا صلى الله عليه وسلم له أوصاف عالية فهو الإنسان الكامل في كل باب من أبواب الحياة في كل باب من الكمال البشري نبينا صلى الله عليه وسلم متربع على عرشه ولكن الله تعالى وصفه خاصة في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إذن وصف خلقه لأن الخلق هو الذي عليه مدار الدين ومدار الدنيا ومدار الحياة لذلك الخلق له دور هام جدا في ديننا الإسلامي فهو الذي تنبني عليه منزلة الإنسان يوم القيامة عند ربه فالخلق هو أكثر ما يدخل الناس الجنة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق والخلق أيها الإخوة المشاهدون هذا الخلق هو الذي يؤدي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وناهيكم بها منزلة وناهيكم بها غاية وناهيكم بها هدفة فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا إِنَّ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا إذن حسن الخلق هو الذي يورث محبة الله تعالى لعبده إِنَّ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا وفي الحديث الصحيح أيضا إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أو مكانا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا انظروا أن حسن الخلق يورث محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يورث محبة الله تعالى ويورث دخول الجنة لذلك أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إذن حسن الخلق أعظم ميزة يمكن أن يمنى الله تعالى بها على عبده إن الشخص لا يصل بخلقه إلى درجة الصائم القائم إن الشخص لا يحصل بهذه الدرجة بهذا الخلق الحسن أعلى درجات العابدين وهي الصلاة والقيام القيام والصيام يحصله الشخص لا بشيء إلا بحسن خلقه ولذلك في الحديث أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق فالخلق الحسن هو أثقل ما يوضع في الميزان والخلق الحسن جاء في القرآن الكريم جاء في القرآن طافح بالحث على مكارم الأخلاق قد لا تكون توجد آية أو آيتان إلا ووجدتم فيها الأخلاق إن الله تعالى يحب المحسنين ولا تلقوا بعيدكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذا الإحسان هو خلق الإحسان نفسه هو خلق ولذلك كان مقام الإحسان هو أعلى مقامات الإيمان أعلى مقامات الدين فالدين في حديث جبريل المشهور الذي تعرفونه جميعا عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الإسلام الذي هو عمل الجوارح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه أعمال جوارحي كلها كلها عمل ظاهر بالجوارح قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان نروا درجة أخرى أعلى من درجة الإسلام وهي درجة الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالقدر خيره وشره انظروا هذا الإيمان هو عمل القلب كله عمل في القلب إذن الإسلام عمل الجوارح وهو أركان الإسلام الخمس والإيمان هو عمل القلب وهو أركانه ستة كما هو معلوم والإيمان أعلى من درجة الإسلام لكن عندما نأتي إلى الأخلاق الذي هو الإحسان مقام الإحسان هو مقام أخلاق أين هو؟ هو أعلى هذه المقامات كلها قال أخبرني عن الإحسان انتبهوا إلى الإحسان الإحسان ليس عملا أصلا قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن الإحسان ليس عملا وإنما هو خلق إنما هو كيفية لتقديم العبادة إلى الله تعالى أي هو العلاقة مع الله جل وعلا فالإنسان الذي يصلي يمكن أن نجد ثلاثة أشخاص يصلون أوله مسلم يأتي بالأركان والشروط على هيئتها فقد برئت نمته من الصلاة لا يجب عليه إعادتها لكن هذه الصلاة تنقصها تلك الصلة التي تربطها بالله تعالى يأتي إلى مقام الإيمان الإيمان يأتي بالصلاة كما يأتي بها صاحب الإسلام ولكنه يزيد على تلك الكيفية بعلاقته بقلبه بربه لأن الإيمان بينا أنه في القلب ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذن الإيمان مكانه القلب وهو الصلة بالله تعالى التي تربط العبد بربه أما الذي يركع ويسجد دون خشوع ودون إحسان فهذا برئت ثمته من تلك الصلاة ما دام أتى بأركانها وشروطها على الكيفية المطلوبة لكن ينقصها تلك الصلة بالله تعالى التي هي إكسير العمل ولذلك يقول العلماء النية إكسير العمل أي تقلب العمل السيء القليل إلى جبال من الحسنات إذن هذا هو مقام الإيمان يزيد على مقام الإسلام بتلك الصلة بالرب وهذا ناهيك بها منزلة ومكانة لكن عندما نأتي إلى المحسن المحسن الرجل الثالث الذي يصلي بأزاء المؤمن وبأزاء المسلم نجده يأتي بنفس الحركات التي يأتي بها المسلم ويأتي بنفس الخشوع والارتباط بالله تعالى الذي يأتي به المؤمن ولكنه يزيد على ذلك يزيد بخلق وهو تلك الصفة المتجدرة في نفسه التي تنطبع وينصبغ بها عمله وهي أنه يعبد الله كأنه يراه هو في مقام مشاهدة الله تعالى وإن عجز عن هذا المقام فإنه يعبد الله تعالى متيقنا أن الله جل وعلا ينظر إليه ويراه إذن مقام الإحسان أعلى هذه الدرجات كلها وهو مقام خلق الإحسان أخلاق ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب الإحسان على كل شيء حتى الأشياء الأماكن والأعمال التي نرى أنها لا أخلاق فيها ولا إحسان فيها يطلب منا فيها الإحسان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته مروا هذا الإحسان هذا هو الأخلاق حتى في وقت القتل وفي وقت الذبح يطلب مننا التحلي بالأخلاق الفاضلة الأخلاق التي تريح الذبيحة والتي تحافظ على كرامة هذا المخلوق حتى وإن كان المخلوق جمادا يطلب مننا الإحسان فيه فهذا هو الأخلاق هذه هي الأخلاق النبيلة فالأخلاق لا يخلو منها شيء كل شيء يحتاج إلى الأخلاق إن الله كتب الإحسان على كل شيء وبيّن لنا نبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين الذين لا نتصور أن فيهما أخلاق بيّن لنا أنه تطلب فيهما الأخلاق ومكارمها فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وبيّن لنا نتيجة مكارم الأخلاق فقال إنه حتى الذبح بخلق يختلف عن الذبح بدون خلق وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته حتى تستريح هذه الذبيحة ويكون ذبحها أحسن وأسرع وأريح لها إذن هذا هو ديننا هو دين الأخلاق دين مكارم الأخلاق قلت من يقرأ القرآن لا يكاد أن يمر بآيتنا وآيتين إلا وجد فيهما أمرا بخلق إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المحسنين وأنفقوا وأحسنوا حتى أن الله تعالى ذكر الأخلاق بشكل عام في كل المواضع فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان نروا العدل اسم معرف تدل على العموم والإحسان اسم معرف يدل على العموم لم يقل لنا العدل في ماذا ولم يقل لنا الإحسان في ماذا حتى نعلم أن العدل مطلوب منا والله متصف به في كل وقت وفي كل حين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية من أجمع ما نزل من القرآن فيها كل ما في القرآن تلخصه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكلها أمر بالأخلاق العدل خلق والإحسان خلق وإيتاء ذي القربى وصلة الأرحام والسعي في منافع المسلمين كلها أخلاق كريمة حميدة كلها مطلوبة وكلها أخلاق لذلك الأخلاق مطلوبة في كل ظرف وفي كل حين ونحن ديننا دين خلق الله تعالى يقول لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلية أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعاة إلى الله تعالى هل يشترط في الدعوة أن تكون إلقاء محاضرات أو تنظيم مؤتمرات أو تنظيم دعوات هذا كله قد يكون أسلوبا من أساليب الدعوة ولكن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو داعية بنفسه داعية بماذا بخلقه لأن المسلم له أخلاق الإسلام ليس كلاما منفصلا يقال باللسان وإنما هو خلق يتصف به صاحبه فعندما يؤذن للصلاة فترى الناس مسرعين إلى المسجد هذا خلق إسلامي وهو في حد ذاته دعوة إلى الله تعالى وكذلك كل من تصف بالدين فالاتصاف بديننا وحده يكفي من الدعوة إلى الله تعالى لا يطلب من المؤمن أن يلقي المحاضرات ولا أن ينظم الندوات ولا أن يحضر المؤتمرات لكي يكون دعية بل يكفيه أن يقيم شرائع دينه مجرد التخلق بديننا هو أعظم دعوة إلى الله تعالى وأعظم دعوة إلى هذا الدين لأن الإسلام له قوة ينساب بها إلى قلوب الناس فهو دين الفطرة ودين الصواب ودين الحق ولذلك يكفي نحن أن نتصف به حتى تكون هذا في حد ذاته دعوة غيرنا إليه لذلك الله تعالى قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تراهم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أذهل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إذن هذه الصفة التي ذكر الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح لماذا يقول سيماهم في وجوهه من أذهل السجود ليس المطلوب بسيماهم تلك النكتة التي تكون بين ناصيتي بين عيني الشخص الذي يعني غالبا ما يعني يسجد سجودا مبالغا فيه أو يعني يحق وجهه على الصخور حتى تكون هذه النكتة بين عينيه ليس المقصود هذا كما قال العلماء والمفسرون وإنما المقصود أن الشخص إذا اتصف بما يدعو إليه بما هو مؤمن به يظهر ذلك على وجهه فكل من كانت له خبيئة في نفسه لا بد أن تظهر على وجهه لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر دينهم وأخلاقهم على وجوههم فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذكر السجود لأنه هو أفضل الأعمال فأفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد هي الصلاة وأفضل أركان الصلاة هو السجود لذلك ذكر الله تعالى هذا العمل أنه باد على وجوه أصحابه الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيماهم في وجوههم معناه كل من كان له خلق يجب أن يكون هذا الخلق باديا على وجهه لأنه متصف به وعرفنا الأخلاق سابقا بأنها هي تلك الملكة أو الصفة المتجذرة في النفس التي تنصبغ بها الأعمال لذلك الأخلاق هي الدين إن ديننا هو دين الأخلاق العبادة علاقة بين الشخص وربه ولكن الأخلاق تنصبغ بها كل شيء وينطبع بها كل شيء الأخلاق تكون بين العبد وربه قلنا هي باب الإحسان هو أخلاق كيفية العبادة وتقديمها إلى رب العباد هذا خلق معاملة العبد لأخيه في تجارته في تدريسه في اتصافه وتخلقه بدينه هذا كله أخلاق ولذلك نحن ندعو ونؤكد على أهمية الأخلاق في ديننا الذي هو دين الأخلاق نسأل الله تعالى أن يكرمنا بمكارم الأخلاق وأن يجعلنا من المتخلقين المتحققين بما ندعو إليه وما نؤمن به إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة